ممكن أبو حنين مدرب الاتحاد يفكر يستنسخ طريقة كريسبو مع العين أنه والله هذه الطريقة هي الوحيدة التي شفناها في 36-37 مباراة هي الوحيدة التي انفعت مع الإلال هي الوحيدة التي جاءت مع الإلال هل ممكن يفكر بنفس الطريقة وهل عندها الأدوات ولا لا هو ممكن يفكر في هذه الطريقة وأنا أتوقع أن يلعب بهذه الطريقة خصوصا بعد عودة الخماسي منتقب الأولمبي ممكن يفكر في هذه الطريقة لأنه حتى في مباراة الماضية بنفس الفكرة لكن اختلفت معها العناصر بالذات في مباراة السوبر لكن المشكلة الأساسية في الاتحاد أنه يعاني من بداياته احنا قلنا سابقا أن القرارات العاطفية لا تصنع فريق وهذه المشكلة التي عانى منها الاتحاد زعل بعض الاتحاديين لما تكلمنا أن هذا القرار عاطفي في الابقاء على حجازي اليوم بعد عودة حجازي أول من ينتقد حجازي هم الاتحاديين أنفسهم لذلك احنا نتكلم نقول أنه رتم الدوري ارتفع لازم الإدارة تقرأ المشهد لذلك نوعية اللاعبين اللي تم اختيارهم الإعداد المعسكر أثر كثير على الاتحاد بإسمه بتاريخه بقيمة الكبيرة الاتحاد لا يستطيع أحد أن يقلل منه لكن اليوم في المنافسة في الرتم في العطاء اللي قاعد يعملها في حسن الانتقاء اللي سواه الهلال هو اللي اختلف كثير عن الفرق الأخرى لذلك هي مباراة بكرة مباراة روح لاعبين مباراة عطاء داخل الملعب لما نتكلم نقول روح لاعبين هي القضية مو بس حماس كيف تقدر تملى المساحات كيف تقدر تجيد عملية الضغط وهذا اللي ممكن يعاني مننا قياردو من بعض اللاعبين الصغار اللي توهم ما يملكون الخبر احنا شفنا في مباراة السوبر لما وظف فرحة بجوار كانتي أدى ولكن ما أدى بالطريقة اللي خلنا نقول تصل إلى نسبة الثمانية تسعة من عشر اللي يتمناها المدرب في عملية افتكاك الكورة استعادة الكورة الثانية وهذا هو الاختلاف اللي موجود لذلك صعبة جدا المباراة بكرة على الاتحاد محتاجة تماسك محتاجة فكر عالي جدا عند اللاعبين محتاجة صبر في المقابل للهلال أعتقد أنه مفتاح الانتصارات والعودة إلى منصة الكاس كانت من مباراة الفتح صراحة أذهلني جمهور الهلال في حضوره اعتدنا على غضب وزعل دائما جمهور الهلال بعد الخسائر فريق ما يرضى لكن صراحة حضورهم في مباراة الفتح ومؤازرتهم أعطت الفريق دافع معنوي كبير إلى حتى بعد التسعين دقيقة غياب سالم مؤثر بشكل كبير جدا احنا شفنا يمكن الهلال لعب بدون كثير من المحترفين إلا بدون سالم اللي نتمنى للشفاء سالم لعب مؤثر على مستوى عالي جدا ممكن في المقابل المفرح للهلاليين أنه متروفيتش سافر مع الفريق في هذه المباراة وربما طبعا أكيد ما سافر إلا هو جاهز بس هل حيبدأ فيه أو من الشرط الثاني أعتقد أنه وجوده مهم جدا في ظل الغياب اللي شفناه واللي كان فعلا يحتاجها الفريق في الأسيوية لاعب زي متروفيتش كعب الهلال أعلى الاتحاد محتاج روح وحماس ومحتاج معازرة جماهيرة اللي ما شفناها في المباراة الماضية ما اعتدنا على زعل جمهور الاتحاد بأنه يترك المدرجات وأعتقد أنه هذه المباراة هم رقم واحد لازم يكونوا موجودين عشان يساندون فريقهم واحد